يمكن مسألة التعادل مع الدولار الأمريكي وان تو وان باريتي أصبحت مسألة وقت وطبعا الأنظار الشاخصة إلى اليوم الثلاثاء لأنه على ما يبدو نحن لسنا ببعيدين عن هذه المستويات سأعود لفترة زمنية أطول لنلقي نظرة سوية ماذا يعني عودة اليورو إلى مستويات الدولار التعادل واحد لواحد يعني هذه مستويات أولا من الناحية الاقتصادية مدعومة لأن البنك المركزي الأوروبي ما زال يعد أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة مقارنة بالفيدرالي الأمريكي إضافة للمخاوف الركود الاقتصادية التي تزداد زخما وتوقعتها إلى المزيد من الارتفاع في منطقة اليورو تحديدا أضف إلى ذلك أزمة الغاز أما بالنسبة إلى الصورة الفنية إذا عدنا إلى مؤشر فيبوناتشي لعشرين عام أي منذ العام 2000 وأخذنا أدنى مستوى للدولار في العام 2000 والذي كان تحديدا في أكتوبر من العام 2000 حين كان عند مستويات 0.82 تقريبا مقابل العملة الأمريكية أي أقل من دولار وأخذنا أعلى مستوى سجل لليورو في 2007-2008 تقريبا عندما وصل إلى دولار وستين سنت اختراق حاجز الدولار سيدفع باليورو طبعا نحو المزيد من الانقفاضات والبعض ربما ينظر إلى تسعين سنت كربما مستوى قادم لكن الأهم أنه اختراق فيبوناتشي الارتداد بـ 76.4% هذا لم يحدث منذ عشرين عاما وتم اختراقه لأن هذا المستوى كان عند 1.0073 ورأينا اليورو قبل قليل دون هذه المستويات أذكر أنه في جلسة اليوم أدنى مستوى لليورو انترا داي كان 1.006 نتحدث عن أقل من نصف سنت يبعد عن طبعا ملامسة مستويات الدولار الأمريكي وهذا متوقع أن يحدث اليوم لكن بالنسبة للمتداولين في عقود الخيارات الـ options الرهان على أنه كسر حاجز الدولار سيكون short-lived لفترة قصيرة لأن هناك رهان على ارتداد ربما مرحل قبل العودة من جديد للتراجع دائما مع الأرقام وأنتقل إلى المؤشرات الأمريكية والعلاقة مع البيتكوين هناك حذر كبير لدى المتداولين فيما يتعلق بالمسار والارتباط الذي يزداد قوة بين البيتكوين وبين أسهم التكنولوجيا ممثلة بمؤشر النازدك 100 ورأينا هذا تحديدا يزداد زخما اعتبارا من بداية الربع الثاني من هذا العام وهو الآن يقف تقريبا عند أعلى مستويات عامل الارتباط 0.62 ورأينا المسار المتلازم بين النازدك 100 وبين البيتكوين باللون الأبيض واللون الأزرق وتحديدا منذ نهاية مارس تقريبا استمر هذا المسار المتلازم ويستمر حتى يوم من هذا ماذا يعني؟ في حال استمر البيتكوين بالانخفاض انعكاساته ستكون سلبا أكثر على أسهم التكنولوجيا تحديدا والتي تعاني يعني أردي من انخفاضات قوية خاصة في ظل توقعات نتائج مالية قد لا تأتي جيدة وربما أيضا الجايدنز أي المرحلة القادمة سنرى تراجع أكثر في هذه النتائج المالية خاصة للشركات التي نوعا ما تتكل كثيرا على الاقتراض لتنمية أعمالها للمرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر